اشتركوا في القناة عنوان درسينا نهارده اللي هنتكلم فيه هيكون اجراءات التحقيق الابتدائي طبعا زي ما احنا متعودين ان احنا قبل كل مادة او قبل كل درس بنشتغل فيه لازم نعمل مراجعة سريعة او بناخد مراجعة اسئلة مجمعة عن الدروس كلها اللي احنا شرحناها في خلال التلم الاولاني او في خلال السنة من اولها ليه بعمل مراجعة معاكم ليه بقولكم على شكل اسئلة بيكون مختلف هتلاقوا اسئلة صح وغلطة هتلاقوا اسئلة تكلم باجاز هتلاقوا اسئلة مقالي هتلاقوا اسئلة مثلا مصطلحات هتلاقوا اسئلة بما تفسر ليه احنا اتفقنا ان احنا بنجيب اشكال وانواع كتير من الاسئلة عشان يجي ان شاء الله في الامتحان مفيش سؤال يقف اصادك قطالب اثناء الامتحان ليه مش هيقف قدامك سؤال ان شاء الله لان انت هتكون اتضربت على اسئلة الامتحان طول السنة وباذن الله هيكون مفيش سؤال يقف قدامك لان انت طالب فاهم هتبقى طالب فاهم المادة وحلت عليها اسئلة كتير باي شكل من اشكال الاسئلة حلتوا عليها طول السنة فبالتالي ان شاء الله هتيجي في الامتحان مفيش اي سؤال هيقف قدامك زي ما احنا متفقين برضو كل مرة بأكد عليكم المعلومة ان احنا نبقى فاهمين المادة العلمية كويس طبعا كل مرة بشرح لكم ست مواد القانون بنشرح كل مرة الدرس بتاعنا وبشرح لكم الحمد لله باستفادة طبعا وبإذن لكم بتستفادوا منه وزي ما احنا متفقين اني باستنى منكم اي اسئلة على موقع القناة عشان بإذن لا نيجي في الامتحان ما يبقاش في سؤال او ما يبقاش في معلومة او جزئية في اي مادة من مواد القانون احنا مش فاهمها طيب تعالوا مع بعض نبتجي زي ما احنا متفقين بمراجعة جزئية جزئية هنرجع عليها وهنتجي عليها اسئلة وهنعمل مجموعة اسئلة مجمعة زي ما احنا متعودين كل مرة طيب هنبتجي زي ما احنا متفقين مراجعة عامة على الدروس اللي فاتت وهنبتجي بالسؤال الاولاني السؤال بيقول لي الدعوة الجنائية هي ملاحقة الجاني واقامة الادلة على ارتكابه الجريمة واحالته الى المحاكمة اذا رأت سلطات التحقيق ذلك طبعا احنا متفقين ان هي دي الدعوة الجنائية ان انا بيتم ملاحقة الجاني ببتجي الاحكه ببتجي اعمله مواجهة ببتجي اعمله تحقيق ببتجي اعمل استجواب عشان اوصل بايه اوصل ان انا اتأكد ان كان الشخص ده فعلا متهم او الشخص ده فعلا جاني في هذه الجريمة ويتم الحكم عليه بحكم القانون او لا يبقى ده ممكن يجيني تعريف ممكن يقول لي ايه هي الدعوة الجنائية ممكن يجيني صح وغلط ممكن يجيني نقط يقول لي الدعوة الجنائية هي نقط يبا احنا متفقين ان المعلومة ممكن تجيني في اي نوع من انواع الاسئلة او باي كيفية يبا احنا زي ما اتفقنا فاهمين ايه فاهمين المعلومة نجل السؤال التاني مرحلة جمع الاستدلالات هي اجراءات لاحقة على الدعوة الجنائية هو انا لما بحب اجمع الاستدلالات يعني اجمع المعلومات عن شكوى تم تقدمها دد واحد ها عمل جريمة ايا كان نوع الجريمة لما باجي اعمل جمع استدلالات او اجمع المعلومات عن القضية دي او عن الشخص ده او عن اللي تقدم فيه الشكوى هل ينفع يتعامل ده قبل ما يتقدم الشكوى او هل ينفع يتعامل ده قبل ما يتم شكوة الشخص ده لا طبعا لازم تكون ايه لازم تكون سابقة على ايه على الدعوة الجنائية يعني هو قبل ما يتحكم عليه لازم احنا نكون عاملين ايه ده معنا الاستدلالات والمعلومات وبناء عليها أثبتنا أنه هو متهم وبيتم رفع القضية أو الشكوى إلى المحكمة طيب مرحلة هي إجراءات سابقة على الدعوة الجنائية أي إجراءات التحري عن الجريمة ومرتكبها هي جمع الاستدالات أني لسا قيلينها يبقى أن السؤال جال يهومن شوية صح وغلط وجال دلوقتي في شكل أكمل طيب هنيجي دلوقتي للسؤال اللي بعده يقوم النائب العام بوظيفة النيابة العامة لدى جميع المحاكم هقوله الإجابة غلط بيقوم النائب العام بوظيفة النيابة العامة لدى كل المحاكم ما عدا محكمة النقد السؤال اللي بعده يصدر قرار تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة رئيس الجمهورية لا السؤال هنا الإجابة تبقى العكس بيصدر قرار تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى السؤال اللي بعده توجد لدى المحكمة الجزئية نيابة عامة مستقلة بتكون بوظيفة النيابة العامة أمام تلك المحكمة لا هي أمام محكمة النقد مش المحكمة الجزئية تؤلف نيابة النقد من مدير يختار من بين مستشاري محكمة ايه أو ايه من محكمة النقد أو الاستقناف ترمى مستشاري من محكمة النقد أو الاستقناف أو المحامين العامين على الأقل يندب كل من مدير نيابة النقد وأعضاء هذه النيابة لمدة ايه لمدة سنة قابلة للتجديد يعني سنة وبيتم تجديدها طب بيصدر بقى القرار ده من مين من مجلس القضاء الاعلى وطبعا ده بيبقى بناء على ترشيح من رئيس محكمة النقد السؤال اللي بعديه بيقول لي بينضب كل من السؤال هنا بقى عملناه مختلف او عملناه بسيغة مختلفة بينضب كل من مدير نيابة النقد واعضاء هذه النيابة اللي هي نيابة النقد لمدة سنة قابلة للتجديد هنا بقى بيقول لي بقرار من مين وبناء على ترشيح من مين هقوله بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبناء على ترشيح من مين من رئيس محكمة النقد السؤال اللي بعديه بيقوله بيوندى بكل من مدير نيابة النقد وأعضاء هذه النيابة لمدة سنتين قابلة للتجديد لا احنا لسه قلين لمدة سنة يبقى انا شفت هد الوقت ان انا المعلومة قدرت اجزقها او قدرت اخرج منها بكذا سؤال وبكذا شكل ممكن اجيبه صح وغلط ممكن اجيبه اكمل ممكن اغير في نقطة الاكمل ان انا اناقصها واطلب منك ان انت تجيبها او اطلب منك ان انت تجاوبها يبا احنا هنا قلنا ايه عشان كده ابقى فاهمة المعلومة او فاهمة الجزئية دي ليه عشان لو جاتلي باي شكل مشكل الاسئلة اقدر ان انا احلها بشكل ايه بشكل كويس ان شاء الله اثناء الامتحان السؤال اللي بعده توجد بكل محكمة ابتدائية نيابة كلية بتخضع الاشراف المحامي العام لدى المحكمة الجزئية التابعة لدائرتها لا هو ولدى محكمة الاستئناف توجد بكل محكمة جزئية نيابة جزئية بتتبع النيابة الكلية اللي بتقع في دائرتها هقوله الاجابة صح لوزير العدل حق الرقابة والاشراف ايه الاداري قلناها المرة اللي فاتت كذا مرة ليه حق الاشراف الاداري على مين على اعضاء النيابة العامة كلها وايه الاعضاء بشكل ايه بشكل عام السؤال اللي بعده يكون تعيين محل اقامة اعضاء النيابة ونقلوهم خارج النيابة الكلية قلنا قبل كده لازم يكون بقرار من مين من رئيس الجمهورية لا طبعا لازم يكون بقرار من وزير العدل اللي احنا قلناه كذا مرة برضو تأكدنا على المعلومة دي قلنا ان وزير العدل هو اللي بيندب سواء قادي سواء وكيل نيابة سواء عضو نيابة هو اللي بيندبهم وهو اللي بيجدد النادب هو اللي بيوديهم مكان تاني هو اللي بيفصل في اي شيء بيقدم ضدهم يبقى وزير العدل هو اللي بيعمل كل الإجراءات دي عشان كده لما يقول لي تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم هقوله لازم يكون بقرار من مين من وزير العدل يبقى هنا السؤال لما بيقول لي رئيس الجمهورية أنا فاهمة مين النيابة العامة أنا فاهمة إن وزير العدل يبقى هقوله على طول الإجابة غلط لأننا فاهمة إن وزير العدل هو اللي بيعمل كل الإجراءات دي السؤال اللي بعده لمجلس القضاء الأعلى الحق في نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها لسه إلينا هو النقل يبقى من من؟ من النائب العام للنائب العام الحق في نتبق أعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها لمدة كام؟ لا تزيد عن شهرين لا هي لا تزيد عن ستة أشهر وبعدين بيئمة تجديد يئمة بيرجعهم لمكانهم تاني لوزير العدل الحق في إنشاء نيابة متخصصة بتتخصص بمباشرة أنواع معينة من الجرائم طبعا هقوله صح؟ مجلس القضاء الأعلى نائب عن المجتمع وممثل لي؟ لا هي النيابة هي اللي بتكون ممثلة عن أعضاء الأفراد المجتمع هي اللي بتكون على حياد وموضوعية بين أفراد المجتمع أنا ولا مع المتهم ولا مع الشخص المجنع عليه لا أنا بكون في صف الحياد أنا مجرد دوري كنيابة عامة إن أنا بحقق العدل داخل المجتمع إن لو ثبت إن الشخص ده متهم بالفعل أنا برفع القضية بتاعته إلى مي إلى القضاء عشان يتم الحكم عليه يبقى أنا صف محايد أنا ولا مع المتهم ولا مع مين ولا مع المجنع عليه من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية لا طبعا قلنا ده من اختصاص مين؟ النيابة العامة طب من اختصاصات بقى المحامي العام الإشراف على السجون قلنا المرة اللي فاتت عليها برضو إن دي من اختصاصات النيابة العامة إحنا الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت جيبناها في شكل أكمل النهاردة جايبينها في شكل صح وغلط يبا احنا كده نوعنا في شكل السؤال عشان نبقى ايه فاهمين المعلومة كويس من اختصاصات رئيس الجمهورية ادارة نقود المحاكم لا طبعا قلنا ده من اختصاص النيابة العامة من اختصاص النيابة العامة عرض قضايا الاعدام بالذات على مين على محكمة النبض طبعا ده من اختصاصات او من شغل النيابة العامة يبا هقوله الاجابة صح من اختصاصات رئيس الجمهورية اصدار الاوامل الجنائية لا طبعا ده من ده من اختصاصات مين نيابة العامة يبقى أقوله الإجابة غلط وحدة نيابة بتتحقق في سورتين عدم التجزئة والتبعية التدريجية عدم التجزئة اللي احنا قلناها بفكركم معلومة تاني إن كل أعضاء نيابة يعتبروا عضو واحد في نظر إيه؟ في نظر القانون يعني القرار اللي بيصدر من النيابة بيصدر باسم مين أعضاء نيابة كلهم ما ينفعش القرار يصدر باسم نوها كعضو نيابة لأ القرار بيصدر باسم مين؟ كل أعضاء نيابة وعدل التبعية التدريجية اللي احنا قلناها له هو التدرج الوظيفة داخل إيه؟ داخل نيابة داخل الدولة طيب السؤال اللي بعدين النيابة العامة بمثابة شخص واحد في الأعمال اللي يسألينه دلوقتي المسندة إليهم وما يتم إنجازه بيصدر باسماءهم كلهم لا بيصدر باسم النيابة العامة كلهم يبقى ما بيصدرش بالاسم لا هو بيصدر باسم النيابة العامة كلها يجوز مطالبة أعضاء النيابة العامة لأنه قلنا المحكمة أو القضاء مش من حقه أن هو يتدخل في أعمال نيابة ويقوله حقق بالطريقة دية أو قوله أن الشخص ده متهم أو لأ أو يتدخل في شغله يبقى أنا طالما ما قدرش تدخل في شغله ما قدرش أقوله أنت مطالب بمصاريف دعوة ما قدرش أقولك تحكم على الشخص ده بإيه ما قدرش أقولك تمشي التحقيق إزاي يبقى المحاكم ما لهاش سلطة على النيابة فبالتالي أن أعضاء النيابة لما بيكون ما فيه عدم واجه لإقامة الدعوة ما بيرفعوش ما يدفعوش مصاريف إيه ما بيدفعوش المصاريف القضائية بتاعة الدعوة القيود التي ترد على تحريك النيابة لعمل الدعوة الجنائية نقط ونقط ونقط قلناهم الشكوى والطلب والإزد ممكن يجيني صح وغلط ممكن يجيني سؤال تكلم بإجاز من الجرائم المستثنية من حق رفع الدعوة المباشرة الجنحة التي ترتكب خارج مصر هقوله صح تنقضي الدعوة الجنائية بصدور حكم طبعا بات وقلنا قبل كده بات يعني استنفس كل طرق الطعن يبقى هقوله الإجابة صح تنقضي الدعوة الجنائية في مواد الجنيات بمضي عشرين سنة من يوم وقوع الجريمة لا هو بمضي عشر سنوات يبقى إحنا جمنا المرة اللي فاتت في شكل أكمل وقلنا بمضي نقط سنة لا المرات اللي جايبينها صح وغلط بقولك عشرين هتقولي الإجابة غلط هي إيه عشر سنوات تنقضي الدعوة الجنائية في مواد الجنح بكام بخمس سنوات لا هي بسلاسة سنوات طب في مواد بقى المخالفات بمضي سنة هقوله الإجابة صح نقط هو جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبها اللي هو ارتكب الجريمة عشان ينير السبيل أمام سلطة التحقيق اللي هي النيابة لما بتكون بعملية جمع الاستدلالات وجمع الأدلة والمعلومات عشان تقدر بناء عليها على جمع المعلومات دي تصند الجريمة للمتهم أو تقولي إن المتهم ده بريء يبقى هنا التعريف ده اسمه الاستدلال يبقى لو جالي صح وغلط أنا عارفة لو جالي مصطلحات هيقولي الاستدلال هو نقط يبقى أنا عارفة التعريف أو بمعنى أصاحب بناء أنا على الفهمة أنا حافظه السؤال اللي بعديه منع وقوع الجريمة من اختصاصات الضبطية إيه الإدارية اللي هي بتكون مكلفة بالحفاظ على الأمن والنظام العام داخل إيه المجتمع طب الإشراف الإداري بقى للضبطية الإدارية بيكون من اختصاص مين السلطة الإدارية بس هي اللي بتكون مختصة بالإشراف إيه الإداري على أعضاء الضبطية الإدارية يجوز للمرؤوسين إن هما يقوموا بالأعمال اللي بتكون مقررة لمأمور الضبط القضائي زي القبض والتفتيش لا طبعا مش من حق أوه من هما يقوموا بالأعمال دي اللي بيكون بها مين مأمور الضبط القضائي العفو العيني عن الجريمة بينصرف إلى أشخاص معينة لا هو إلى جرائم معينة طب العفو الشخصي جاي من اسمه يبقى بينصرف إلى أشخاص معينين يبقى لو قلنا العفو الشخصي عن الجريمة بينصرف إلى جرائم معينة هقول له غلط إلى أشخاص معينة نقط هو سلب حرية الشخص بإيداعه في مكان للحجز لمنعه من الفرار تمهيدا لسماء أقواله فيما هو منسوب إليه طبعاً ده القبض أنا بحجزه في مكان معين بمنعه من إنه يهرب لحد ما يتم التحقيق معاه عشان أقول عليه متهم أو بريء يشترط للقبض أن تكون الجريمة طبعاً في إحدى حالات التنبس طبعاً هقوله صح يشترط للقبض أن تكون الجريمة جناية أو جنحة وبتزيد مدة العقوبة المقررة عنها في القانون عن إيه؟ على الحبس لمدة ثلاثة أشهر إذا في الحالة دي بيكون إيه بيتم القبض على هذا الشخص طب يشترط بقى للقبض وجود دلائل كافية على الاتهام طبعاً أنا مش أقبض على واحد إيه لما يكون فيه دليل قوي بيقول إنه بالفعل هو متهم السؤال اللي بعديه دائع طبعاً هنقوله برضو تعريف ممكن يجي أكمل نقط هو البحث عن أدلة بتفيد نسبة الجريمة التي وقعت لمرتكبها سواء كان محل التفتيش شخص المتهم أو مسكنه هنا الإجابة هتكون التفتيش يشترط أن يصدر أمر التفتيش من القاضي المختص أو من الميابة العامة يبقى لازم يصدر أمر التفتيش من القاضي أو من النيابة العامة كجهة التحقيق طب من حق بقى مأمور الضبط القضائي إنه هو يفتش المتهم إذا كان طبعاً دي السائلين في الجريمة بإيه؟ في حال التلبس وأصدرت هنا النيابة العامة طبعاً أمر بالقبض عليه بناء على طلب من مين؟ من المأمور إحنا اتفقنا الأول إنه مين هو اللي بيروح لما يكون فيه شكوة تقدمت؟ إنه واحد عمل جريمة مين هو أول شخص بيروح للمكان عشان يتم المعاينة؟ مأمور الضبط القضائي بعد كده بيعمل محضر وبيثبت كل اللي حصل فيه وبعد كده بيوديه المين؟ لنيابة العامة النيابة العامة لقيت إن الشخص المتهم أو فيه دلائل كافية على اتهامه بتعمل إيه؟ بترفع الموضوع للمحكمة يبقى مين أول واحد هو اللي بيروح؟ مأمور الضبط القضائي يبقى هنا لما يقولي من حق مأمور الضبط القضائي إنه هو يفتش المتهم لو كان الجريمة في حالة تلبس زي ما قلنا قبل كده يعني أنا دخلت كمأمور الضبط القضائي لقيت الشخص مثلاً في إيدي السكينة لقيت الشخص معاه الحاجات اللي هو سرقها لقيت الشخص معاه مواد مخدرة يبقى في الحالة دي أبقولي عليه إيه؟ حالة تلبس إنت بالفعل دخلت لقيت معاك الشيء اللي أنا بقول عليه إيه؟ اللي يثبت إن أنت عملت الجريمة يبقى هنا يحق لي كمأمور ضبط قضائي ان هو يفتش المتهم لو كان في حالة تلبس وهنا اصدرت له نيابة العامة او القضاء اصدر له امر بايه اصدر له امر بالقبض يبقى يحق لي ان هو يقبض على مين على الشخص المتهم التفتيش بقى اللي بيجري مأمور ضبط القضائي بيعتبر من اجراءات الاستدلال اللي بتستهدف طبعا التحري عن الجريمة يعني بيتحر عن الجريمة وعن المرتكب لهذه الجريمة بما تفسر ليه تفتيش المسكن بينصب عليه بس وعلى ما بيه من منقلات وما بيتعدهوش او ما بيتطرقش او مأمور ضبط القضائي ما بيفتشش الاشخاص اللي موجودين فيه ليه لان حرية الشخص بتكون منفصلة عن جرم المسكن وان المرة اللي فاتت او في الدرس اللي فات ان انا لما بدخل انا معايا اذنك بأمور ضبط قضائي ان انا افتش المسكن انا هفتش المكان ده او المحل ده او السيارة دي مثلا ايا كان الشيء ده انا بفتشه طب هل ينفع فتش الشخص قلنا ما ينفعش فتشه اللي امتى لو كان معا قراء او كان معا شيء بتدل بشكل قاطع او بتدل او بتبين لي ان الشخص ده ايه ممكن يكون ليه علاقة بالجريمة او هو اللي عمل الجريمة او هو ليه يد او شريك فيها يبقى لو كان فيه قراء قوية بتقول لي ان الشخص ده ليه علاقة بالجريمة او هو اللي عملها في الحالة دي ايه انا راح افتش المسكن اهو ان ما ممكن افتش الشخص ايه نفسه ليه بقى هنا بما تفسر السؤال هنا معنا ايه بيقول لي ان ما ينفعش افتش الشخص اللي موجود جوه المسكن هقوله ليه لان حرية الشخص بتكون منفصلة او ملهاش علاقة او هو حاجة ومسكنه حاجة ايه حاجة تاني السؤال اللي بعده ماذا يجوز لمأمور الضبط القضاء عند قيامه بتفتيش مسكن ان يفتش المتهم ومن يتواجد فيه لسه ايلين ايه بشرط وجود قرائل قوية بتفيد ان هو بيخفي معاه شيء بيفيد في كشف ايه الحقيقة او الجريمة يجوز بقى ان ينصب تفتيش المتهم على جسمه قلنا ان انا من حقي لو انا دخلت المكان لقيت ان الشخص ده في حاجة في لبسه في حاجة ببقه مثلا في معاه لا حده في معاه مثلا موس في معاه مواد مخدرة مخبيها ببقه مخبيها في لبسه لبا في الحالة دي انا من حقي ان انا فتش جسمه ليه لان ممكن يكون معاه شيء بيفيد في ان هو يئم المتهم يئم الشريك في الجريمة او ممكن يكون ليه علاقة بجريمة تانية مش الجريمة اللي طالع لي بها اذن التفتيش يبقى هنا يجوز ان ينصب تفتيش الشخص على جسمه اه واعضاء جسمه الداخلية من حق ان انا افتح اشوف لبسه من حق ان انا افتح ايده افتح فامه اشوف اعضاء جسمه الداخلية من حق ان انا كما اقول ضبط قضاء ايه افتشه يجوز عند تفتيش المتهم زي ما لسه قيلين فتح يده أو فمه لإخراج كل شيء أخفافي هقوله الإجابة صح لا يشمل التفتيش ما يحمله الأشخاص من حقائب أو الشخص من حقائب ولا فائف وصياراته الخاصة والمتجر لا طبعا أنا من حقيقة أمر ضبط قضاء أن أنا فتش الحقائب بتاعته اللي هي الحكيمة بتاعته اللي هي الشانطة بتاعته أو أي لفائف معاه أو السيارة بتاعته أو المتجر لأنه وارد يكون فيها شيء متعلق بالجريمة طب ما تفسر يجب أن تقوم أنسة بتفتيش المتهمة وقلنا ده سيانة للأعراض لأن القانون والدين هما اللي بيقولوا الكلام ده طب ما تفسر يجب ذكر اسم الأنسة اللي قامت بالتفتيش في المحضر ليه؟ لأن القاضي هنا ممكن يستعين بالأنسة اللي فتشت الأنسة دي اللي هي المتهمة أو اللي مقدم ضدها الشكوى أنا أجبها منين أو هقدر أحصل عليها منين قاقاضي لما يكون مذكور اسمها في المحضر يبقى الأنسة اللي فتشت الأنسة لازم يتم كل بياناتها ذكر بياناتها فين؟ في محضر التحقيق ليه؟ عشان يقدر القاضي أنه هو يستعين بيها لما يكون عايز يعمل إيه؟ عايز يستعين بشهادتها أو عايز يدلي بشهادتها في إيه؟ أثناء التفتيش إيه اللي حصل أو هي شافت إيه؟ السؤال اللي بعده يشترط القانون أن يجري التفتيش أحد مأمور الضبط القضاء طبعا صح؟ تفتيش مسكن المتهم عمل من أعمال طبعا التحقيق لا يجوز إلا لسلطة التحقيق ولمن تنتدبه أو تأذن ليه بالقيام بي اللي هو مين؟ زي سلطة التحقيق اللي هي النيابة وبتنتدب بين مأمور من مأمور الضبط القضاء أنه هو يفتشها يفتش المسكن يبقى اللي جايبها صح؟ يجوز دخول المساكن وتفتشها بدون أمر قضاء مسبب لا طبعا لازم يكون بوجود أمر قضاء ولازم يكون مكتوب فيه السبب أنا داخل أفتش المكان ليه؟ لأن أنا لقيت أن فيه سبب أو لا فيه شك وتقدمت ضدي وبناء عليه تلع أمر بتفتيش مسكني يبقى لو ما فيش أمر مسبب مش من حق أي حد أن يدخل بيتي ويفتشه بما تفسر لا يجوز دخول المساكن ولا تفتشها إلا بأمر قضاء مسبب وفقا لإيه؟ لأحكام القانون ليه؟ لأن المساكن طبعا لها حرمة ما ينفعش يتم دخلها وتفتشها إلا بإيه؟ بأمر من القضاء مسبب طب لحماية بقى حرمة المساكن في أن القانون اشترت التفتيش بالرضى وأن يكون إيه؟ ولا يكفي فيه مجرد السكوت قلناها قبل كده لازم يكون إيه؟ صريح يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي إيه؟ بص يانو إحنا معنا إذن بإن إحنا نفتش بيتك فأنا سكت ما ينفعش لازم إيه؟ لازم أقول صراحة إن أنا موافقة طب لو أنا رفضت في الحالة دي بنرجع لمأمور الضبط القضاء والنيابة واللقضاء اللي طلعوا القرار برفضي وفي الحالة دي لو فيه فعلا قراء قوية أو قدلة بتقول إن أنا عملت الجريمة بيتم بالفعل التفتيش إنما ما ينفعش أسكت لأن ده اسمه سكوت ملابس ما ينفعش لازم يكون إيه؟ فيه موافقة صراحة مني بإن يتم تفتيش إيه؟ مسكني الإذن الصادر من النيابة بتفتيش منزل المتهم بيشمل شخصه لا طبعا قلنا ما بيشملش شخصه إلا لو فيه قراء قوية يجوز أن يجري تفتيش منزل المتهم عن طريق وزير العدل لا هو عن طريق مأمور الضبط القضاء يجب أن يتقيد التفتيش بالبحث عن أدلة الجريمة التي صدر الإذن بتفتيش المسكن بسببها طبعا صح يجب أن يحصل تفتيش منزل المتهم بحضور شاهد واحد لا عن طريق شاهدين لازم يكونوا حاضرين طب إذا عصر بقى مأمور الضبط القضائي أثناء تفتيش منزل المتهم على أوراق أو مختومة أو مغلقة أفلا يجوز لي أن هو يفضها لا طبعا هل ينفع أن هو يفضها لا هقوله لا يجوز لي ذلك إنما هو بيوجي الأوراق دي المختومة أو اللفائب دي المين إلى النيابة العامة ما هو الهدف من تفتيش الأماكن هو البحث عن أي دليل بيتعلق بالجريمة المرتكبة اللي هي مقدمة فيها الشكوى طب التحقيق بقى منوطن بمين بالنيابة العامة سواء بالنسبة للجنايات أو بالنسبة للجنح يبقى هي اللي بتكون بعملية التحقيق قرارات النيابة العامة بتتسم بصفة عامة بإيه وإيه بالحيدة والموضوعية هم عندهم حيدة في إنهم يصدروا القرار وعندهم موضوعية أن هم بيرجعوا طبعا للقانون وبناء على الأدلة اللي بتكون قدامهم أصبح مقبولا لنيابة العامة أنها تجمع بين صفتي الاتهام والتحقيق لمين أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مين للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين وبيكون ندب بقرار من الجمعية العامة لمحكمة إيه هنجي للسؤال تاني لمين لوزير العدل المفروض إحنا فاهمين بقى المعلومة إن هو يطلب من محكمة الاستئناف الندب أو النقل أو التعيين يبقى إحنا كده فاهمين أول حاجة وزير العدل يبقى يطلب ندب مين مستشار طالما ما استئناف يبقى يطلب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين وبيكون ندب بقرار من الجمعية العامة لمحكمة إيه الاستئناف لوزير العدل ان هو يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين السؤالة هو جالي فصلة صحة وغلط هقوله صح لوزير العدل هو يطلب من المحكمة الجزئية ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين هقوله الإجابة محكمة الاستقنام طب خصائص التحقيق الابتدائي السرية والتدوين يبقى خصائص التحقيق الابتدائي سرية التحقيق الابتدائي وتدوين التحقيق الابتدائي بما تفسر تقتضي سرية التحقيق عدم جواز حضور أفراد الجمهور لإجراءات التحقيق وعدم نشر المحاضر في أي وسائل من الوسائل التواصل أو الوسائل المقروعة أو المسموعة أو اطلاع الغير عليها لأن المتهم قلنا طالما أمام التحقيق بيفضل بريء إلى أن تثبت الإدانة أو يتم إثبات الجريمة عليه طب إذا قام بقى قاضي التحقيق بإفشاء أي معلومات تتعلق بإجراءات التحقيق ونتائجه هيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه بما تفسر لا يلزم أن يوقع الخصوم والشهود على أقوالهم في المحضر وكذلك ما بيلزمش أن يوقع المتهم على الاعتراف الصادر منه ليه طالما المحضر موقع عليه من مين؟ من المحقق والكاتب هنا فيه مصداقية في المحضر فما بيلزمش أن هم يوقعوا عليه بما تفسر تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختصة أمري لازم ليه؟ عشان يكون حجة على كل شخص كان حضر التحقيق وأدلة بمعلومات عشان ده يكون حجة ضده ما ينفعش بعدها ما تقول معلومات تيجي تقول أنا ما قلتهاش لا هي مكتوبة في المحضر وانت مضيت عليها بالفعل طب يتم تدوين بقى التحقيق بمعرفة كاتب مختصة تحت إشراف المحقق ويكتب بالكمبيوتر لا هو بيدون بخط الإيد التحقيق هنا اللي بيدون المحقق نفسه بيكون صحيح لا هو بيكون باطل ما ينفعش هو يكتبه بإيده أو المحقق هو اللي يعمله بنفسه طب ليه بقى هنا لازم يكون حضر كاتب تدوين لازم يكون حضر في كل إجراءات التحقيق مع المحقق عشان يتفرغ المحقق للعمل الفني اللي هو أنه يسأل ويستجود ويتناقش مع مين؟ مع المتهم ومع المجني عليه تعتبر ضفاتر حصر التحقيقات المرجع الأول في تعريف خطوات كل قضية وسجل لحصر القضايا وأنواعها وبيان ما تم حكم فيها طبعا صح يجب على سكرتير الجلسة كتابة اسمه بخط واضح في كل جلسة بيومية الجلسات طبعا صح يرسل سكرتير الجلسة بيانا في نهاية كل جلسة بكل اللي تقدم فيه الجلسة بكل ما قدم فيه قضايا لهذه الجلسة وإيه اللي تم الحكم فيها أو تم تأجيلها طبعا صح أوجب القانون تحرير محضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي إيه؟ القلم الجنائي ده بالنسبة لنيابة المختصة يجب التنويه على إذا كان الشاهد شاهد إيه أو إيه؟ شاهد إثبات أو شاهد نفي وقلناهم المرة اللي فاتت شاهد الإثبات اللي هو أقواله بتقول إن أنا متهمة اللي أقواله بتثبت علي التهمة يعني بيقول أنا بالفعل شفت إن الحضر اللي كان عمل الجريمة مثلا هو لو كان عارفني هيقول لها مش عارفني هيقول كانت لبسة كذا كانت في إيه كذا وكانت الوقت ده أو الساعة كذا يبقى هو أقواله بتثبت علي إيه؟ التهمة أما النفي أقواله بتنفي عني التهمة يعني بتبرقني من إيه؟ من الجريمة المسندة إلي أو الشكوى المقدمة دي دي يجب أن تثبت الأسئلة اللي بتوجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في إيه؟ في محضر التحقيق كاملة بدون اقتضاب أو بدون حسف أو تنقيح أو تغيير طبعا فيها وذلك تحت إشراف مين؟ المحقق بما تفسر يجب على المحقق أن هو يوقع المحاضر ويتم التوقيع على كل صفحة من صفحات التحقيق وفي نهاية المحضر طبعا الإجابة ليه؟ عشان يتم إبعاد أي شبهة إيه؟ في مظنة التزوير بما تفسر يكفي توقيع كاتب التحقيق مع المحقق في نهاية المحضر فقط لا طبعا لأن الثقة هنا بيكون قائمة على إيه؟ بيكون قائمة في المحضر مستمدة من مين؟ من توقيع عضو النيابة عليه تعالوا بقى ناخد الدرس الجديد بتاعنا النهاردة اللي هو اسمه إجراءات التحقيق الابتدائي أول حاجة إجراءات التحقيق التي يقصد بها البحث عن الأدلة وفيه إجراءات التحقيق بتهدف إلى المصول المتهم أمام المحقق أو منعه من الهرب أول حاجة إجراءات التحقيق اللي بيقصد بها البحث عن الأدلة هنقول الخمسة بعد كده هنقول كله واحد لوحدة الانتقال والمعاينة ندب الخبراء سماع الشهود التفتيش وضبط الأشياء والاستجواب والمواجهة الانتقال والمعاينة الانتقال هو إن بيتوجه المحقق للمكان اللي كان فيه الجريمة أو اللي ارتكبت فيه الجريمة وانتقالوا هنا ليه أهمية ليه؟ عشان يستظهر أي أدلة بتفيد في إن هو يقدر يتأكد من الشخص ده إن كان متهم أو لا طب يقصد بقى بالمعاينة هنا إيه؟ إن هو يشاهد المكان ويزبط كل شيء اللي لقى فيه لقى أي دليل لقى أي أثر من الأثر الجريمة لقى أي شيء نقله للمكان ده هو اللي بمعنى أصاح إن هو بينتقله بيعين المكان عشان أي شيء بيلاقيه فيه بيزبطه في محضر وبناء على الإثبات ده بيقدر يتأكد إن كان الشخص ده بالفعل وهو متهم أو هو اللي عمل الجريمة أو لا طيب كلما أسرع بقى المحقق في الانتقال والمعاينة طبعا قلت احتمالات زوال الأدلة لأنه لو اتأخر كل دليل موجود فيه ممكن يتم زواله أو ممكن يتم إخفاءه وما أقدرش إن أنا عن طريقه أستدل أو أقدر أتأكد من هو المتهم طبعا المحقق إن هو يختر الخصوم بالمكان اللي بينتقل إليه والوقت اللي هو هيجري فيه التعيين المعاينة ليه عشان يكونوا موجودين فيه إلا إذا كان فيه حالة استعجال أو كان فيه خطر فما ينفعش إن هو يخترهم لأ هو بيروح على طول إلى المكان ندب الخبير أنا دلوقتي كمحقق رايح المكان أنا دلوقتي مش طبيب أنا مش هعرف الطلقة النارية دي صدرت مثلا من مسدس من عيار كان أنا مش هعرف السكينة دي نوعها إيه أنا مش هعرف المواد المقدرة دي عبارة عن إيه أنا كمحقق مش هعرف فبنتدب مين واحد اسمه خبير يعني ليه خبرة أو هو عنده علم أو عنده معرفة بشيء معين أنا أجهل بيه كمحقق بنتجي أستعين بيه بنتدبه معي عشان يقولي الطلقة النارية دي مثلا كانت إمتى قطب الشرعي مثلا هيقولي الشخص ده مات إمتى طب مات بإيه مات إزاي مين هو ممكن بأي وسيلة من الوسائل مثلا اللي تم الوفاة بيها يبقى مين اللي بيعرفني ده الخبير اللي هم مثلا زي طب الشرعي خبير بصمات كل دول خبرة أنا بستعين بيهم لأن أنا ما عنديش علم إيه بالشيء ده طيب قواعد بقى الخبرة ندب الخبير أو عدم ندبه ده بيه مسألة بيابدت فيها مين المحقق هو اللي بيقول أنا عايز خبير معايا أو لا تحت رقابة مين محكمة الموضوع يجب على الخبرة أن هم يحلفوا أمام المحقق اليمين في أن هم يبدو رأيهم بزمة طبعا ده بيرجع لإيه للقانون هو اللي بيقول لازم يحلفوا اليمين طبعا للخبير أنه هو يقدم تقريره كتابة في المعاد أو في الوقت اللي بيحددهوله المحقق بيقوله قدم لي التقرير بتاعك مثلا خلال شهر يبقى هو لازم يلتزم بالوقت اللي قالهوله المحقق الخبير بقى هنا بيستعين بغيره في من المتخصصين في تكوين رأيه أنا كخبير مثلا بصمات أنا لاقي أنه هو مثلا توفى أنا مثلا مش عارف الساعة كام أنا مثلا مش عارف توفى إمتى طب هو توفى إزاي يبقى بستعين مثلا بخبير طب شرعي يبقى أنا من حقك خبير أن أنا أستعين بمتخصصين تانيين عشان يساعدوني في إظهار الحقيقة أو في إن أنا أقدم تقرير كويس يفيد المحقق في إن هو يوصل لإيه للمتهم يجب على المحقق الحضور وقت عمل الخبير وملاحظته عشان طبعا يتأكد إن هو بيقوم بعمله بشكل إيه كويس طيب للمتهم بقى إن هو يستعين بخبير استشاري بشرط ألا يترتب ذلك على تأخير السير في الدعوة والاستجابة لهذا الطلب بيرجع لي مين طبعا المحقق هو اللي بيستجيب للطلب ده بيوافق عليه أو بيرفضه للمحقق إن هو ياخد رأي الخبير وإن هو يطرحه يعني يرفضه أو بياخدش به أو يعتبره إن هو ما أقدمهوش تقرير وما ينتهي إليه في هذا الشأنه ده بيرجع لمحكمة الموضوع يبقى محكمة الموضوع هي اللي بتاخد رأي الخبير أو بتطرحه يعني إيه يعني بتقول إن هي مش هتاخد به أو ما بتهتمش برأي مين الخبير للخصوم في الدعوة رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية بتقول إن هم مش عايزين الخبير ده لسبب قوي قانوني فبيقولوا انهم عايزين خبير تاني ينظر القضية وبيقدم طلب الرد الى المحقق بيبين فيه اسباب الرد طبعا انه لازم تكون مبينة ايه قانونا طيب سمع بقى الشهود شهادة الشهود هي الوسيلة الاكتر شيوعا يعني اللي معروفة في الاسبات الجنائي بتعني ادلاء شخص باقوال او باعلومات بتفيد فيه وقائع او بادراقها بيؤدي الى ايه بحسة من الحواسو زي مثلا حسة النظر انا كشاهد شفت انه نهى اللي عملت الجريمة انا كشاهد سمعت طلق ناري فعرفت انه نهى اللي عملت الجريمة لان انا لقيتها في مكان ايه مكان وقوع الجريمة يبقى الشاهد هنا باي حسة من حواسو النظر او السمع بيقدر يشهد ان بالفعل الشخص ده عمل الجريمة او ما عملهاش طيب هنيجي بقى بعد كده لقواعد العمل الشهادة يتعين ان يحلف شاهد اليمين قبل تأذية شهادته القانون هنا بيقول ان هو لازم يحلف اليمين بانه هو هيؤدي شهادته ايه بيحلف ان هو هيؤديها مظبوط او يقول ان هو شافه بالظبط يبقى لازم يحلف ايه يمين قبل اداء الشهادة ومن لم يبلغ 14 سنة كاملة يعني لسه موصلش 14 سنة في الحالة دي بيشهد على سبيل الاستدلال بدون ان ما يحلف ايه اليمين طيب النقطة اللي بعدها بتقول ان العبرة بالسن وقت اداء الشهادة مش وقت علمي بالوقعة او الجريمة لا وقت ادائي للشهادة وبحلفش هنا اليمين من حكم عليه بعقوبة جناية اثناء فترة العقوبة لان هو هنا اثناء فترة العقوبة بيعتبر ايه نقص الاهلية ففي الحالة دي منعدم الاهلية ففي الحالة دي ايه مش من الحق ان هو يضلب شهادته فطبعا مش هيحلف ايه بيمين طيب بعد كده بيقول لي ايه بيقول لي يجوز سمع شهادة المجن عليه والمدعي بالحق المدني وبيتعين ان هم طبعا يحلفوا باليمين قبل برضو اداءهم للشهادة شهادة المحامي في التحقيق مش بتمنعه من ان هو يترفع في الدعوة ممكن يشهد في التحقيق وبرضو يترفع عن نفس الدعوة يجوز رد الشاهد لأي سبب امام المحكمة ليه لان المحكمة هنا لها سلطة مطلقة في ان هي تقول انا هاخد برأي الشاهد ده او هطرحه او هسيبه او مش هاخد به يبقى في الحالة دي ما ينفعش رد الشاهد يعني تغيير الشاهد او عدم الاعتداد برأي الشاهد ده امام ايه المحكمة طب نيجي بقى الرقم 4 لتفتيش وضبط الاشياء اول حاجة الشروط المعضوعية لتفتيش المسكن قلناهم كذا مرة اول حاجة بيتعين ان تكون الجريمة اللي بيجري التفتيش بشأنها جناية او جنحة وتكون وقعت بالفعل ولا يجوز التفتيش بسبب طبعا مخالفة لازم يكون جناية او جنحة اتنين بيقول لي يجب ان يكون التفتيش الموجه للشخص الذي يفتش منزله لارتكابه للجريمة او لحيازة اشياء بتتعلق بها قائمة على دلائل قوية وكافية لا يكفي مجرد التبليغ عن الجريمة للازن لا لازم يكون فيه دليل قوي عشان يتم ايه التفتيش يجب ان يبين في اذن التفتيش المسكن المراد تفتيشه واسم الشخص اللي بيقيم فيه هذا المنزل او المسكن والموجه اليه هذا ايه الاتهام طيب الازن بقى يشمل الحديقة باعتبارها ملحقة للمنزل وكذلك الجراش لانه ملحق بايه بالمنزل طب تفتيش بقى مسكن غير المتهم هنا قد التحقيق بيقول لي ايه من حق ان هو يؤمر بتفتيش مسكن غير المتهم اللي هو مش المتهم نفسه اذا كان فيه دلائل قوية او قراء على انه معه اشياء بتفيد في ايه في ان هو يستظهر الحقيقة او يقدر يوصل للحقيقة في ايه في الجريمة المطروحة امامه طب اذا كان بقى المحقق هو عضو النيابة فلا يجوز لي ان هو يفتش او يؤمر بتفتيش مسكن غير المتهم الا اذا حصل مقدما على امر مسبب من القاضي الجزئي بعد الاطلاع طبعا ايه على الاوراق طب تاني حاجة بقى الشروط الشكلية لتفتيش المسكن اول حاجة الامر بتفتيش المسكن بيقول لي يجب ان يكون ايه مسبب دا قلناه كذا مرة لازم يكون فيه سبب اتنين يحصل التفتيش بحضور مين المتهم او من يندبه او من ينيب عنه اللي هو ممكن يكون المحايم بتاعه واذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يضع صاحبه للحضور لازم يكون موجود بنفسه او بواسطة اللي بي ينيب عنه ان امكن ذلك طيب تفتيش بقى الاشخاص لقضي التحقيق ان هو يفتش غير المتهم امتى لو كان فيه امارات قوية او فيه دلائل قوية بتقول ان هو بيخفي اشياء يعني مخبي معاه اشياء ممكن تفيد في كشف ايه الحقيقة وبيتعين هنا ان تكون ايه في جريمة طبعا ما انا مش اروح افت الشخص الا اذا كان في ايه في جريمة اذا كان بقى المتهم انسة يجب ان يتم التفتيش بواسطة انسة وقلناها كذا مرة طب بطلان بقى التفتيش بيؤسس الدفاع الدفع ببطلان التفتيش على ايه يقيم بطلان الاذن ان الاذن هنا صادر ما كانش الاذن صحيح الاذن كان باطل في حد ذاته وقد يستند فيه على بطلان الاجراءات اللي تم بناء عليها التفتيش يبقى اما بطلان الاذن يقيم بطلان ايه الاجراءات لم يشترط القانون شكلا معينا لا اذن التفتيش او عبارات معينة او عبارات خاصة بيكون موجود فين بيكون موجودة في اذن التفتيش او يتضمن بيانات ايه معينة هنا القانون بيقول لي مش شرطش يكون فيه ولا بيانات ولا شكل معين ولا ايه ولا عبارات معينة كل ما يتطلبه القانون ان يكون الاذن واضح وصريح ومحدد بالنسبة إلى تعيين الشخص والمكان اللي هيتم التفتيشه يعني هنا لازم يكون القرار أو لازم يكون الإذن بتفتيش صادر واضح وصريح مكتوب فيه اسم الشخص مكتوب فيه المسكن اللي هيتم التفتيش إيه اللي هيتم تفتيشه وسبب التفتيش أما مش شرط يكون فيه شكل معين مش شرط يكون فيه بيانات معينة أو بصيغة معينة أنا المهمة عندي اسم الشخص والمكان وسبب إيه التفتيش طيب لايجوز بقى تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي قد إيه ستة أشهر من تاريخ صدرها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة تانية اللي هو نهاية بتجددها طيب ضبط الأشياء بقى اللي يكون متعلقة بالجريمة وبنتصرف فيها إزاي هنقول أول حاجة ضبط الخطابات والأوراق والأسلحة وكل شيء بيفيد في كشف الحقيقة بيتم ضبطها إزاي هنعرف دلوقتي اتنين ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد والبرقيات تلاتة مراقبة المحادثات السلكية وإجراءات تسجيل المحادثات التي تجري فيه أمكانة خاصة أول حاجة هنقول التصرف في الأشياء المضبوطة بيتم ازاي؟ يجوز لقاضي التحقيق أو النيابة اللي هي النيابة العامة اللي بتحقق أو محكمة الجنحة المستأنفة بتكون طبعا منعاقدة في غرفة المشورة إن هي تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسرق في الدعوة يعني هي مش هتفيدني في إن أنا أقدر أتأكد إن الشخص ده متهم ولا لا هي مش هتفيدني يبقى في الحالة دي بقول لهم إيه؟ بتصرف فيها أو بترجع لي مين للشخص اللي ضبطت عنده هنعرف دلوقتي إزاي أو كيفيتها إزاي؟ أما إذا كانت بقى الدعوة قد أحيلت إلى المحكمة يعني الدعوة خلاص راحك من النيابة للمحكمة هنا الأمر بالرد أو برجوع الأشياء دي أو التصرف فيها بيرجع لي مين إلى المحكمة اللي هو قاضي الموضوع طب يكون رد الأشياء بقى المضبوطة اللي هي الأشياء اللي تم ضبطها إلى من كانت في حياست ووقت ضبطها يعني أنا خدتها من شخص اسمه آسر يبقى في الحالة دي أنا لما حب أرجعها تاني أو بصرفها برجعها لمين لنفس الشخص اللي أنا ضبطها عنده أو اللي أنا خدتها إيه منه يبقى الضبط بيتم عند شخص لازم يتم الرجوع لمين لهذا الشخص طب إذا صدر بقى أمر بالحفظ أو بإن لا وجه لإقامة الدعوة هنا يتعين البد في كيفية التصرف في الأشياء دي اللي تم ضبطها وكذلك عند الحكم في الدعوة إذا حصلت المطالبة بالرد إيه أمامها طب خمسة بقى الاستجواب والمواجهة هنعرف الاستجواب بعد كده هنقول يعني إيه مواجهة الاستجواب هو إن أنا بناقش المتهم اللي هو شخص المتهم تفصيليا في التهمة اللي بتكون موجهة إليه وهو من إجراءات التحقيق أنا بتناقش معاه هل أنت بالفعل كنت موجود في مكان الجريمة هل أنت بالفعل عملت الجريمة دي طب أنت كنت فين في الوقت ده طب هل بالفعل كان معاك السلاح الناري ده ها كان معاك القلل حد دي يبقى أنا هنا باستجوابه أو إيه أنا بتناقش معاه في موضوع الجريمة اللي يتقدم ضده شكوى إيه فيها طب استجواب المتهم ده بيعتبر من إجراءات التحقيق ولا يكون به في الأصل إلا مين المحقق نفسه اللي بيحقق فين في القضية أما سؤال المتهم فهو من إجراءات الاستدلال ومن له الحق في إيه فيه إن هو مين مأمور الضبط القضاء اللي هو إيه اللي بيكون إيه الإجراءات الاستدلال وإجراءه هنا بيكون إيه واجب عليه تعالوا بقى نعرف المواجهة المواجهة إن ده أنا فيه عند شهود بيقولوا إن نوها دي عملت الجريمة يبقى في الحالة دي إيه بواجههم ببعض بجيب الشاهد سواء شاهد إثبات أو نفي بجيبه قصاد المتهم المتهم بيقول لا أنا ما عملتش لا أنا ما كنتش موجود في المكان ده في الوقت ده مين اللي بواجهوا بيه وهو اللي بيقول لا كتنوها موجودة في مكان الجريمة هو مين الشاهد يبقى أنا بعمل عملية إيه مواجهة بواجه الأشخاص ببعض بالأقوال اللي كل واحد فيهم بيقولها بحيث إنه هم إيه مواجهتهم هي اللي بتأكد للمحقق أو للمحكمة إن كان فعلا المتهم ده بيجدب أو الشاهد ده بيجدب أو إيه أو لا طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعدها اللي هي دمانات الاستجواب إيه هي أول حاجة لابد أن يجري الاستجواب بواسطة المحقق نفسه اللي هو قدر التحقيق أو عضو النيابة نفسه يبقى قلنا الاستجواب ما ينفعش يكون إلا من مين المحقق أو عضو النيابة إنما قلنا النقطة اللي فاتت كانت من مين كان مأمور الضبط القضائي يبقى الاستجواب لازم يكون من القاضي أو من عضو النيابة نفسه اتنين دعوة محامي المتهم خصوصا إذا كانت الجريمة جنائية لازم يكون محامي موجود مع المتهم حاضر معاه أثناء فترة إيه الاستجواب أو أثناء مرحلة الاستجواب طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعدها السماح لمحامي المتهم بإن هو يطلع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب ليه؟ أو للمواجهة ليه؟ عشان يتمكن من إنه يعرف إيه بالضبط اللي حصل في القضية إيه الشكوى اللي مقدمة ضده طيب هو كان في حال التلبس ولا لا؟ يعرف كل حاجة حصلت في المحضر عشان أقدر أوجه المتهم بتاعي يقول إيه أو يعمل إيه أو أنا كمحامي أبقى عارف أنا داخل التحقيق هعمل إيه وإيه الإجراءات المكلف بإن أنا إيه أقوم بها رقم أربعة بيقول لي عدم التأثير على إرادة المتهم يعني ما ينفعش يكون فيه إقراه مدي ما ينفعش أضرابه أعذبه ما ينفعش أهدده أو أخوفه اللي هو الإقراه المعنوي ما ينفعش أعراده مثلا مثلا جهاز كشف الكد عشان أكبره إنه هو يقول حاجة معينة يبقى في الحالة دي ما ينفعش يكون فيه إقراه للمتهم لازم يكون هو إيه بيعترف أو بيتم استجوابه بكامل إيه بكامل إيرادته ما ينفعش يكون فيه إيه أي إيه إقراه لهذا المتهم طب بطلان بقى الاستجواب إمتى بيكون الاستجواب ده باطل بيقول لي قد يكون بطلان الاستجواب مطلق وهنعرف دلوقتي ممكن يكون نسبي طب بطلان الاستجواب المطلق يعني يعتبر الاستجواب ده باطل نهائي وتماما وذلك إذا تم مخالفة قواعدة من قواعد اللي بتتعلق بالنظام العام زي الاعتراف وليد التعذيب اللي لسه أيلينه حصل إقراه للشخص ده ضربوه هددوه بحاجة اتعرض لجهاز كشف كذب يبا في الحالة دي إيه فعلا بالله هو الشخص ده اعترف أو قال أقواله بناءنا على إيه على إنه تم تعذيبه يبا في الحالة دي يعتبر الاستجواب باطل وبطلانه هنا مطلق يعني ما بيتخدش بهذا الاعتراف اللي الشخص إيه قاله أو اللي اعترف به طيب البطلان بقى الاستجواب النسبي ليه سأيلينه إذا قام على مخالفة قاعدة جوهرية بتتعلق بمصلحة المتهم زي عدم وجود محامي لحضور الاستجواب وقلنا قبل كده أنا لازم يكون حضر معاه بالذات في القضايا الجنائية أو في الشكاوي الجنائية لازم يكون حضر معاه متهم طيب لو ما حضرش يبقى هنا الاستجواب باطل نسبي إنما مش باطل خالص زي ما لسه قايلين لا هو باطل بشكل نسبي أو عدم استمح ليه بالإطلاع على التحقيق يبقى في الحالة دي يعتبر البطلان نسبي طيب ثلاث حاجة بقى إجراءات التحقيق اللي بتهدف إيه لمصول المتهم يعني وجود المتهم أو حضور المتهم أمام المحقق أو منعوا من إيه من الهرب أو الفرار من إيه من التحقيق أول حاجة الأمر بالحضور أين الأمر بالقبض والإحضار ثلاثة الحبس الإحتياطي هنتكلم أول حاجة عن الأمر بالحضور هو إن أنا بكلف بالحضور بكلف مين أو أي دعوة المتهم يعني أنا بكلف المتهم أو بدعوه بالحضور أمام طبعا المحقق أو جهة التحقيق اللي هي نيابة عشان يتم سمع أقواله ويتم استجوابه ويتم مواجهته وعشان يتم اتخاذ أي إجراء ماه طبيعي أنا مش هعمل كل الإجراءات جوهو موجود في بيته لا طبعا لازم يتم حضوره بناء على أمر حضابته وحضار أنا بقوله تعالى عشان أبتدي أعمل معك استجواب أبتدي أأواجهك بالشهود أبتدي أسمع أكوالك أبتدي أأواجهك بالحاجات اللي إحنا ضبطناها هل هي بالفعل بتاعتك ولا لا كل ده بيحصل وما بيحصل أمر بالحضور عشان أبتدي أستجوبه وبتدي أأواجهه بالشهود عشان أقدر أوصل إيه إذا كان بالفعل الشخص ده متهم أو لا طيب هي دعوة بقى غير ملزمة الفيئة بالنسبة إيه للمتهم فقبولها أو رفضها لاي ولا يجوز تنفيذها بالقوة طيب يجب بقى أن يشمل الأمر بالحضور على اسم المتهم الأمر اللي بيكون صدر للحضور لازم يكون مكتوب فيه اسم المتهم وصناعته ومحل الإقامة والطهمة طبعاً اللي بيكون منسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء المحقق والختم الرسمي اللي بيقول أن بالفعل الأمر ده طالع من إيه؟ من جهة رسمية أو طالع من المحقق بالفعل أو من النيابة أو من القاضي والمعاد الذي على المتهم أنه هو يحضر فيه عشان يتم استجوابه أو يتم إيه مواجهته تعالوا بقى نتكلم عن الأمر بالقبض والإحضار بيهدف إلى إيه؟ بيهدف إلى ضمان حضور المتهم أمام المحقق أنا بأمر بالقبض بأمر بالقبض عليه وبأمر بإحضاره طب أنا بعمل كده ليه؟ عشان أضمن كمحقق أن الشخص ده أو المتهم ده يكون بالفعل موجود قدامي عشان أقدر أستجوابه أقدر أعمله عملية مواجهة أقدر أعمله عملية تحقيق زي ما اتفقنا كل ده ما بيتعملش وهو موجود في البيت أو لو مش هيتعمل لو أنا مش عارف أوصله كمحقق لا هو لازم يكون موجود بالفعل إيه؟ قدامي عن طريق أمر القبض والإحضار لا يجوز هذا الأمر إذا كانت الجريمة المنصوبة له تجيز حبسه احتياطيا أي أن تكون جنحة بيعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على إيه؟ على ثلاثة أشهر يبقى لا يجوز الأمر ده إذا كانت الجريمة المنصوبة له بتجيز إيه؟ حبسه احتياطي أو جنحة بيعاقب عليها بالحبس أكتر من إيه؟ ثلاث شهور طب لا يجوز بقى أن يصدر الأمر بالقبض والإحضار إذا كانت الجريمة مخالفة يبقى ما ينفعش أن يصدر الأمر بالقبض والإحضار ده إذا كانت إيه؟ الجريمة مخالفة قلنا لازم تكون إيه؟ جناية أو جنحة يتم إصدار الأمر بالقبض والإحضار ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس احتياطي في حالات معينة إيه هي؟ إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور من غير ما يكون عنده عذر مقبول يبقى لازم يتم إصدار أمر إيه؟ بالقبض والإحضار اتنين إذا خيفة من هربوا يعني إحنا خايفين من إنهم ما نقدرش نحصل عليه أو ممكن يهرب يبقى لازم أطلع أمر بالقبض والإحضار تلاتة إذا لم يكن ليه محل إقامة معروف أنا جاء التحقيق مش هقدر وصله أو مش عارف هو فين أو سكنه إيه؟ في الحالة دي بطلع على طول أمر بإيه؟ بالقبض والإحضار أربعة إذا كانت الجريمة في حالة تلبس مش هتطلع بقى أمر ضبط وإحضار ليه؟ لأن أنا بالفعل مسكت المتهم متلبس فهل هتطلع له بقى أمر ضبط وإحضار لا أنا خلاص مسكت المتهم أو أبط عليه وهو إيه؟ متلبس بإيه؟ بالجريمة طيب تلاتة بقى الحبس الإحتياطي هو إجراء تحقيق بيتيح بإيه؟ بيتيح حجز المتهم مدة من الزمن وبترعى فيها مقتضيات التحقيق وبتحاشى تأثيره على الأدلة والعبس فيها لو ظل هذا الشخص إيه؟ في حالة صراحة يعني ما كانش يتم القبض عليه أو تم حبسه إحتياطي وليه؟ عشان نتفدأ احتمالات إن هو يهرب قبل استكمال التحقيق والمواجهة وكل الإجراءات اللي إحنا قلنا عليها أو عند صدور الحكم إيه؟ بالإدانة بطلع أمر بالحبس الإحتياطي لو أنا خايفة إن الأدلة اللي إحنا حصلنا عليها يتم العبس فيها أو يتم ضيعها أو يتم عدم وجودها نهائي أو خفنا إن يتم إيه؟ طيب الجرائم بقى التي يجوز فيها حبس المتهم إحتياطي يجوز الأمر هنا بالحبس الإحتياطي إمتى؟ إذا كانت الجريمة المسندة للمتهم جناية أو جنحة بيعاقب عليها بالحبس لمدة إيه؟ ثلاثة شهور قلنا أما مش إيه؟ مش مخالفة لكن لازم تكون جناية أو جنحة وقلنا بيعاقب عليها بالحبس لمدة أكتر من ثلاثة شهور طيب الجهات بقى المختصة بإيه؟ الجهات المختصة بالأمر بالحبس الإحتياطي أو إنها تمد المدة بتاعته الحبس الإحتياطي هنا بيقولي هو إجراء تحقيقي يبقى لازم يصدر من مين؟ من جهة التحقيق وقلنا جهة التحقيق مين؟ اتنين يقى إما قاضي التحقيق أو مين؟ النيابة العامة يبقى الحبس الإحتياطي هنا من إجراءات التحقيق وطبعا إحنا كده وقلنا إجراءات التحقيق بتصدر من جهتين مين اللي بيحقق نيابة أو قاضي؟ يبقى لذلك يجب أن يكون صادر من الجهة المختصة بالأمر اللي هي زي قاضي التحقيق والنيابة العامة ولا يختص بيه مين؟ مأمور الضبط القضائي لأن مأمور الضبط القضائي مهمته إيه؟ وأول واحد بيروح لما يتم تقديم شكوى أنا مجرد كدوري كمأمور الضبط القضائي بجمع الاستدلالات بس وقلنا إني بعملها في محضر وبديها المين؟ لإيه؟ لنيابة العامة اللي هي جهة التحقيق يبقى هنا مين اللي مختص بإصدار الأمر بالحبس الإحتياطي؟ جهة التحقيق وإحنا فاهمين إنه هما مين؟ النيابة العامة وقاضي التحقيق وقلنا لمأمور الضبط القضائي مهمته إيه؟ جمع الاستدلالات إذا كان بقى قد التحقيق هو اللي الذي يحبس المتهم إحتياطيا هنا محكمة الجنحة المستأنفة بتكون منعاقدة طبعا في غرفة المشورة هنا اللي بتصبح هي المختصة بإيه؟ بمد الحبس الإحتياطي يعني بتتم تجديده وبيتم مد هذا الحبس الإحتياطي لأكتر من إيه؟ من ستين يوما طيب إذا تولت نيابة العامة التحقيق ورقة مد المدة دي اللي حبس الإحتياطي لأكتر من أربع أيام هنا القضي الجزئي هو اللي بيتولى مد هذه المدة بحيث أنها ما تزيدش عن 45 يوم ويمد القضي الحبس لمدة 15 يوما ثم يتم تجديدها مرة ثانية وسالسة بكده أنا أكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة متمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم من شرح مدة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية إن شاء الله لما أشوفكم مرة الجاية على خير هتكون بإذن الله بدعنا في الترمي التاني إن شاء الله ليكم من كل قلبي دعواتي بالتوفيق والنجاح وزي ما احنا متفقين مستنى أي سؤال أو استفسار في أي مادة من مواد القانون بتاعتنا على موقع قناة مصر للتعريم الفني على اليوتيوب بتمنى لكم من كل قلبي النجاح والتوفيق وإلى اللقاء